بالعودة لأخبارنا العاجلة أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن شرطة الإسرائيلية اعتقلت المحاضرة في الجامعة العبرية بالقدس نادر شالهوب بتهمة تحريض على العنف عن ذلك ينضم إلينا من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد راوشا أهلا ومرحبا بك أحمد حلقة جديدة في مسلسل التعامل الإسرائيلي مع الأستاذة في الجامعة العبرية في القدس ما الذي حدث؟ بالفعل أحمد وبحسب مصادر التلفزيون العربي اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزل لبروفيسورة نادر شالهوب في مدينة القدس اعتقلتها واقتدتها للتحقيق في مركز شرطة ميفسارة تسيون بالقرب من مدينة القدس دكتورة نادر شالهوب تتعرض لملاحقة على خلفية مواقفها المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية هذه الحرب منذ الأسبوع الثاني عندما وقعت أو كانت من أوائل الموقعين على عراء الداخل الأكاديمية الإسرائيلية مع محاضرين من مختلف أرجاء العالم تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصفت إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري هذا الأمر استفز الجامعة في حينه بشكل كبير جدا بدأت حمرت تحريض منذ ذلك الحين الجامعة فصلتها من التعليم على خلفية مواقفها وأنها لا تعتبر إسرائيل قوة احتلال فقط سنعود لاحقا لمراسلة تلفزيون العربية أحمد روشا من القدس المتادع معنا لهذا الخبر العاجل اعتقال الشرطة الإسرائيلية للمحاضرة في الجامعة العبرية في القدس نادراش الهوب نعود لأحمد روشا للمزيد من المعلومات عن سلسلة التعامل مع المحاضرة في الجامعة العبرية والتي بدأت بمحاولة دفعها إلى الاستقالة من عملها الأكاديمي بالفعل وأقلتها الجامعة العبرية بالفعل خلال الفترة الماضية قبل أن تتراجع عن هذه الإقالة على ضوء احتجاجات داخل الجامعة العبرية من قبل الطلاب العرب والطلاب المناهضين للصحيونية داخل الجامعة العبرية وحتى من محاضرين إسرائيليين تعاملوا معها ويثكون بأبحاثها الأكاديمية على مدى السنوات الماضية الجامعة العبرية تراجعت عن قرار الفصل لكن منذ ذلك الحين بدأت حملة تحريد واسعة ضدها من قبل اليمين الإسرائيلي سرعان منتقلت إلى وسائل الإعلام المركزية في إسرائيل القناة الثانية عشر الإسرائيلية بثت مساء السبت تقريرا يحرد عليها بشكل مباشر يتهمها بالكذب في أبحاثها الأكاديمية التي نشرت في جامعات مرموكة وذات أهمية كبيرة في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي غيرها من الدول لكن إسرائيل اعتبرت هذه الأبحاث تحريضا على إسرائيل خصوصا الأبحاث المتعلقة بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عوام 2015 و16 و14 في مدينة القدس على عشرات الأطفال بزعم تنفيذهم عمليات الطعن في هذه المدينة كل هذا التحريض من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن قبل أكاديميين في الجامعات الإسرائيلية أدت في نهاية المطاف إلى اعتقالها اليوم وإلى اقتيادها لمركز الشرطة حتى الآن من غير الواضح ما الذي سيحدث من ناحية إجراءات قانونية لكن اقتحام منزلها بهذه الطريقة ربما يشير إلى نية الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط إجراء تحقيق معها كما حرث خلال الفترة الماضية أثناء عودتها من الخارج عندما أوقفت داخل مطار دافيد بن جوريون في مدينة الليد خضعت لتحقيق لمساءلة وبعد ذلك أفرج عنها والآن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزلها يعتقلها ويقتادها إلى التحقيق شلهوب هي واحدة من أبرز الأكاديميين العرب في الجامعات الإسرائيلية لها عرض كبير جدا من الأبحاث نشرت في جامعات مربوقة في الولايات المتحدة منها جامعة هارفرد أحمد من القدس مرسل تلفزيون العربي أحمد روش شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة والمعلومات